بي اي ويتنس اليوم مشاهدينا رح نتعرف على سلسلة كتب كلمة طيبة منهج متكامل للتعليم الديني موجه للناشئين من الصف الأول ابتدائي لغاية البكالوريا شو اللي بيميز هالسلسلة من الكتب رح تخبرنا ضيفتنا برحبي ربا محيسن من فريق كلمة طيبة أهلا وسهلا فيك ربا شرفتنا شفنا الكتب وموجودين عنا بستوديو من الغلاف مبين انه كلهم فرح وكلهم حيوية بعكس ما منتوقع للكتب اللي الى اي علاقة بالتعليم او التنشئة الدينية شو هي سلسلة كتب كلمة طيبة مثل ما ذكرت رولا كلمة طيبة هي سلسلة للتعليم الديني هي منهج متكامل من الصف الأول لالبا كالوريا يعني الى different levels هي هدفة تعلم الجيل على الأخلاق المحمدية يلي هي أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يلي بيقول انه إنما بعثت لي أتمم المكارم الأخلاق هي هيدا جزء من رسالة النبي الأخلاق المحمدية مثلا العفو والكرام احترام الآخر وكل هدول المبادئ حبينا نسمي كلمة طيبة جبنيها من آية بالقرآن الكريم اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون بسورة إبراهيم هي الأية 24 يلي هي كلمة طيبة يلي هي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تسسيد إذا زرعتها بالقلب رح تؤتي أكلها يلي هي السمار السمار طبعا اللي هي الأخلاق اللي هلأ ذكرت لك إياها اللي هي التواضع الصدق الأماني إتقان بالعمل إلى ما هنالك فهذا هو الهدف من سلسلة كلمة طيبة الفكرة كيف طلعت كأساس يعني لا تصدرها المجموعة من الكتب علما أنه في كتب غيرة أو سلسلة من الكتب غيرة طعنا بنفس الموضوع أولا نحن جروب شباب وصبايا حبينا نعمل تشينج أو نعمل شي من خلال واقعي اللي شفنا اللي دفعنا أكتر شي لنبلش كلمة طيبة هي أنه نحن نحب المجتمع اللي نحن فيه ونفس الوقت نحب الله ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمثل منك شايف يعني there's a lot of love involved بالفكرة كيف بلشت حسينا أنه there's a need يعني طلعنا على المجتمع حوالينا حسينا أنه فيه كتير آفات بهذا المجتمع stress is increasing الطلاق is increasing المتطالبات الحياة is increasing consumerism يعني كتير الآفات بالمجتمع عم تكتر والناس ابني هي عم تبعد أكتر عن إيمانة بسبب هذه الظروف وهذه الضغطات اللي عم تذكريها ربا هي عم تبعد من إيمانة وكماني عم بتحس حالة منا مبسوطة عم تحس حالة ما فيه سلام دايما فيه stress ما عارفة كيف ده تفرغ هيدا هذا stress بينما بيها الظروف تحديدا نحنا بمسى حاجة أنه نلجأ لإيماننا صحيح نحن حسينا أنه طبعا ما بتخلى الحياة من stress حتى نحن كناس مؤمنين بيضل يعني الحياة فيها امتحان فيها positive و negative بكل بكل هيدا بس حسينا أنه في هذا الـ internal system اللي مخلينا نحن بعدنا قادرين نكفي مثل ما الرسول علمنا لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب الاخيه ما يحبوا لنفسه فحبينا to be able to spread this goodness من خلال هيدا السلسلة لنقدر ننشر السعادة اللي هي سعادة مش بس بالآخرة ولكن كمان السعادة بهيدا الدنيا فحسينا أنه لازم نلاقي حل جزري لهيدا المشاكل يعني طبعا نحن فينا نروحا بسيكيات وفينا نروحا ناخد أدوية وهيدا كلها هتكون حلول حلو مؤقتة مؤقتة فكنا حبينا to address the problems from the root فهي من خلال نشر مبادئ كتير بسيطة وكتير common مبادئ لا تساعدنا نواجه هالمشاكل أو هي حلول لها المشاكل تمام مثل مثلا التوكل يعني أنت لما بتعفينه في حدا عم يهتم بكل شي you want stress anymore تعفينه رب العالمين هو متواجهكي أنه أمرنا بإضربنا بيصير عندك سكينة بيصير عندك طمأنينة بيصير عندك peace فحسينا أنه هدول القصص هنا مش حكر على فئة معين يعني هنا لازم يكونوا universal values عم نحاول نشرها قدمة فينا يعني هل سلسل أن الكتب منا موجهة لطائف معينة أو لدين معينة ربع لأنه هي مبادئ أخلاقية مشتركة من قبل الكل طبعا الtarget audience طبعا نحن المبادئ عم نستنبطها من الدين الإسلامي ولكن هو الإسلام هو دين لكل البشر يعني منه دين لفئة معينة فبالتالي أكيد target audience كل العالم it's universal we have very big dreams يعني نحنا our role is to spread ننشر الكتب across the world in terms of عمر قلتلك أنه من صف الأول لصف البكالوريا ولكن هي levels يعني حتى إذا أنت ما أخذتها بمدرسة فيك تطلعي level level بهذه الكتب يعني فيه تسلسل للكتب فيه مكان لازم يبدو منه أو حسب عمرون هنا عم نشوفهم عنا بستوديو نعم بس نحن عنا ثلاثة target audience لما أنك سألت رولا الأول بما أنه مثل ما أنا هو منهج متكامل فأول target audience هنه المدارس طبعا المدارس بناسب كتير مدارس اللي بتعلم تعليم ديني مش بس بناسبها هي ضرورة للمدارس اللي بتعلم تعليم ديني لأنه هلأ فيه global movement بالمدارس الدينية عم بيطالب بتغيير المناهج نعم للأسف كتير من بتغيير المناهج بتوجه معي يعني تغيير مناهج دينية لأنه للأسف كتير من المناهج اللي أراد كانت موجودة كانت عم تبعد شوي عن تعليم ديننا فعم بتولد أشياء مثل الكره مثل العنف تطرف تطرف الإرهاب إلى ما هنالك اللي مقالهم عليها بأي دين أو أي إيمان بالنهاية تماما وهي بعيدة كتير عن الأخلاق المحمدية اللي ديننا علمنا إياها نعم فأولا أنه this is an important aspect ليش كلمة طيبة هو مهم بالمدارس كمنهج متكامل لأنه بيزرع الكلمة الطيبة اللي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله اللي هي تعليم الحب تعليم السلام عدم العنف اللي هي نحنا كتير بعدنا عنها تقبل الآخر تماما tolerance accepting others كل هيدول المبادئ اللي كتير بعدنا عنها الـ target audience الثاني هي دورات التعليمية أو الـ private خليني بس بالنقطة الأولى أنتوا بلشتوا تنوجدوا بالمدارس ربعا أو عم تشتغلوا على هالموضوع حاليا لا في كذا مدرسة إن كان بلبنان أو بالخارج بلشت طبق المنهج وكتير عم بيلاقي صدحة له بالصفوف الثاني هي دورات التعليمية بالمساجد والبيوت مثلا الولاد اللي بيروحوا على مدارس لايك ما عندهم أي تعليم ديني بقلب المدرسة فبالتالي بملي هيدا الجاب أنا رح أحكي شوي عن هذا الموضوع later on وثالثا مثل ما قلنا بأول بما أنه يزيد التطرف بما أنه يزيد كل هذه الأمور الأهل كتير عم بيخافوا مثلا إذا قلت لهم في فئة معينة عم تعلم دين بعضوا أولادكم على صفوف دين عم بيخافوا أكيد وعندهم حق تماما فكلمة طيبة من هون بما أنه كتاب فيه كتاب للمربين وكتاب للتلميذ للتلميذ تماما الأهل فينه يتابعوا اكزاك مش بس فينه يتابعوا فينه هنن يعملوا هوم سكولينج هلا أصلا أصلا في كتير أهل مبقى أنه يبعتوا أولادهم على المدارس مش بس عم بتم تنشئة دينية بالبيت بيقدر هيدا الشي بيقدر يتم أولادهم من مميزات هالسلسلة يعني بيقدر يستخدموها بالبيوت والتعليم بتم بين الأهل وولادهم اكزاك لأنه هي اللي بيميزها أنه الدروس كتير مفصلة يعني الأهل حتى لو ما كان عندهم باكراوند هن ديني معين بيقدروا هن وعم بيتعلم وعم بيعلم أولادهم وعم بيتعلم ومنفس الوقت وعم بيلاقوا كل الأجوة بقلب الدرس اللي ما عنده أي معرفة عن هالمبادئ أو هاته تعليم الديني بيقدر يبلش من هالسلسلة أكيد أكيد يعني هي عشان هي قلتلك أنه ما في فئة عمرية معينة هي فحتى إذا أنت حبر تبلش بمحل معينة منيحة بس شكله مغري شكله بريح شكله للكتاب يعني بعيد عن الدجر اللي للأسف نشعر فيه لما منقرأ كتب دينية أخرى في مميزات غير لها طبعا هي مش بس هلأ نحن صرنا أنا هلأ بيعندكم بستوديو هلأ صرنا بكالتر كتير فيجوال يعني everywhere على التيفي على اليوتيوب everything has become very لذلك هلأ اشتغلت على الجرافيكس على الألوين لتجذبه بالأول القارئ تماما وكمان لأنه من مبدأ كمان الإتقان بالعمل اللي علمنا يا سيدنا محمد جزء منكوى من الجسد والقلب والروح الإسلام إجا خاطب هذول الثلاث المكونات خاطب الجسد من خلال ركن الإسلام اللي هو الdo's and don'ts الحلال والحرام الأشية التعليم اللي هي بتخاطب الجسد خاطب كمان القلب من خلال الإيمان والروح من خلال الإحسان للأسف كتير من المناهج الدينية بتركز بس على الأول أسبكت اللي هو الجسد اللي هو الإسلام بيجاوب عليها وترك الـ الروح والقلب عشان هيك بتلاقي الأساس كتير مهم عشان هيك عم بتلاقي الجيل عم بيفتش دايما we're always looking ما فيها الراحة we're always searching فواحد من الأشياء اللي بميز كلمة طيبة أنه didn't focus بس على الاسبيت material it focused كمان على الروح وجزء من خلال هيدول التعاليم وال من خلال هيدول البكارم الأخلاقي اللي 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 كلمة طيبة an islamic educational series that aims at planting the principles of faith and prophetic virtues in the hearts of future generations هذه هذه لمحة سريع عنها السسلة من الكتب والمين موجه بعد فيه مميزات من حب نحب نخبر المشاهدين على هنا في عندك جلوب العام هم يرحون في رحو عم يروحوا عم يروحوا عم يتعمقوا لزيتهم عم يتعمقوا لزيتهم فهيدا الشي بميز كلمة طيبة حتى بالغرب كتير عم تلاقي انه العالم عم بيفتشوا على هذا الاسبكت روحاني فهذا هو شيء بميز بيتفلز هذا المحل بعدين الكلمة طيبة بما انه هي موجهة للعائلة ككل فهي عم تزيد السوشل كوهيجن بالعائلة تجمع العائلة بعدين الشيء كتير في مميزة بس اخر شغلي بحب اقولها الكلمة الطيبة بقلبة قصص ابراهيم و سارة هنالطفلين عم يسألوا اهلون اسئلة معينة كتير فيها بتشغيل لمخيلة الطفل يعني هالعبر او هالمبادئ عم بيستخرجوا من هالقصص المبسطة بلغة بيفهموها كلها الاعمال مين اللي كتب هالقصص والنصوص هي سلسلة من المختصين بكذا يعني في عنا حدا مختص دينيا في عنا حدا مختص بالسايكولوجي واللي بميزة بما انه سألتي لي من كتبه انه اخذنا ريكمانديشنز من مشايخ او علماء دين بأكراس دي وولد يعني من بلاد الشام من امريكا من اليمن فهي كمان بتجمع كذا سكولفات يعني عدت متخصصين اخذتوا اراء انواء عدت متخصصين و عدت علماء دين اقروا بكام لغة موجودة هالسلسلة هلأ اللغات الموجودة فيها هن العربي والانجليزي والفرنسي و هلأ عم نشتغل على الاسباني ان شاء الله كان صعب ترجمة النصوص والقصص للغة غير عربية ترجمة اذا بدك الحرفية مانا بتير صعب و هون في تحدي بتسوات في تحدي توصل الفكرة هو التحدي الاكبر انه نحن ما بدنا نعمل ترجمة فورية بدنا نعمل يعني مثلا بدل ما الولد يكون عم يأكل طبولة ما بعثنا يأكل بايلا باسبانيا يعني بدنا يكون عم يخاطب الكولتشر مش بس عم نعمل ترجمة فورية للنصوص فهيدا الشي الحلو لحتنا نقدر نعمل اكزامبل يخاطب الاشخاص يعني بالبيئة اللي هو موجود فيها لانه نحن بنهاية مش ما منربع بمعزل عن بيتنا مش نهيك الدروس بكلمة طيبة تاخد الفرد بقلب مجتمع و بقلب الظروف اللي هو موجود فيها وين من لقي هالكتب بتصور كتار تحمسه حتى يجبون الكتب بتلاقي بكل المكتبات الكبيرة بقلب لبنان بتلاقي بلياك كمانщب على الامازون عكل حال اذا فتت عال الوبسات نحنا نحن نبال داري نحن نبال كلمة طيبة نسنا达 فيسبوك نحط كل شي جديد على السوشي من crane يكون على هالمبادرة شكرا بالله في昨Sur لتصال للأكبر عدد من المؤمنين في لبنان اهلا وسهلا قيد وين عاد عليك وعليك إن شاء الله وقف مشاهدينا ومن تابع ألايف مع ITN إنشيرانس وجديد